وفي جولتنا حول العالم مزيد من الأخبار إذن ننتقل إلى هذا الخبر وبعد أشهر من إجراءات الإغلاق والحظر المنزلية بدأت أوروبا بفتح حدودها التي أغلقتها منذ عدة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بالتزامن مع بدء الموسم السياحي لفصل الصيف مع رفع القيود عن التنقل والسفر في معظم دول الاتحاد الأوروبي يرغب بعض الأوروبيين بقضاء إجازة الصيف خارج دولهم فيما يفضل آخرون السياحة الداخلية اليونان تستعد لفتح حدودها أمام السياح الأوروبيين ودول محددة أخرى في العالم منها أستراليا واليابان ونيازلندا وفي حال كان السائح قادما من دولة تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد فإنه سيقضع لفحص الإلزامي ويقضي ليلته الأولى فيها في فندق محدد قبرص استقبلت قبل نحو اسبوعين أول فوج سياحي وصل على متن رحلات قادمة من اليونان وبولغاريا وكيان الاحتلال أما في فرنسا الوجهة السياحية الأولى في العالم فتستعد السلطات لإطلاق حملة تحت عنوان سأزور فرنسا هذا الصيف في خطوة لتشجيع السياحة الداخلية وإنعاش هذا القطاع حدود إسبانيا ستبقى مغلقة لفترة بينما تمر بالمراحل النهائية لإنهاء بعض أكثر إجراءات الإغلاق صرامة في العالم لكن على الرغم من ذلك سيتم السماح للسياح الألمان بزيارة جزر البليار كجزء من مشروع تجريبي بريطانيا لم تغلق حدودها في المقام الأول لكنها تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع الوافدين من الخارج بما في ذلك البريطانيين لذا من المستبعد أن تكون وجهة سيحية للبعض فيما فتحت إيطاليا حدودها في بداية الشهر الحالي وكذلك عددا من المواقع الأثرية والتاريخية إلا أن حركة السياحة ما تزال متواضعة فيروس كورونا المستجد حول مناطق كثيرة في العالم في بداية الأزمة إلى مدن أشباح ورغم أن الكثير من الدول بدأت تخفف من أجراءات العزل وتسمح بالتنقل والسفر إلا أن الحياة لم تعد تماما إلى طبيعتها مع بقاء خطره قائما